متابعيني الكرر مش 때는 فتبتم في حفظ الله ابتسم Sin vitamin C انا جملككم النهاردة اخبار هي هتزعل وفينا هتزعل منها بس سع النهاردة leak اما احبابي في الله يالوضع الان في مكة انا جملكم الوضع في مكة ايه دلوقتي يا ريت احبابي في ايه نشارك الفيديو عشان كل شيء استفاد وانهم هرما اشترك اكتاب في القناة وقبل ندمج اح هنا وجمعونها يلقي الى حك وانك بش↑تورق لشهر اشتركتش في قناتي صلوا السلم على الحبيب واشترك ودزر لايك عشان بحبك في اللعب متابعين الكرام احبابي في الله طيبتم في حفظ الله وامنه جمعاتكم مبركة وكل ايامكم مبركة ان شاء الله في البداية نصلي ونسلم على الحبيب ومحمد صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها شغل الناس الشاغل الايام دي وهو الحج بدون تصريح في بداية الفيديو متابعين الكرام طبعا ده السنة دي فيه تشديد امن غير عادي والفيديوهات اللي قبل كده اتكلمت عليها والناس كلها بتقول انت بتهبد متابعين الكرام امس فيه بيان صارم وبيان قوي من الامن العام السعودي ان مفيش حج بدون تصريح فعليا تم ترحيل اكتر من 20 الف شخص خارج مكة تشديد امني غير عادي في شوارع مكة انا مش بخوف الناس ولكن ده اللي بيحصل والله دلوقتي في مكة فيه تشديد امني في الشوارع فيه تشديد امني حوالين الحرم فيه تشديد امني في العزازية بالذات وفي كدهي في المناطق اللي هم سكنين فيها تأشيرات الزيارة عشان نكون سرحة يعني وطبعا الكل عارف ان العزازية بيوصل فيها كمان السرير بخمس وست الاف ريال في الغرفة ففيه فعلا انا حبيت بس انوه عشان كل متابعين يعرفوا كل الناس تاخد بالها انا قبل كده قلت ياريت الناس اللي هي الزيارة ودلوقتي موجودة في مكة خليك في سكنك ما تطلعش الا للضرورة القصوى ففعلا متابعين الكرام فيه تشديد امني غير عادي انا جاب لكم فيديو ياريت تشوفوا للاخر احبابي في الله الفيديو ده مهم جدا وهخليلكوا الرابط بتاع الفيديو كمان من قناة الاخبارية السعودية وتشوفوا ازاي التشديد الامني احبابي في الله فمتابعين الكرام احبابي في الله احنا ما نديش بنفسنا الى الخطأ الحج زي ما احنا متفقين ما نستطاع اليه سبيلا فمتابعين الكرام انا مش بخوف الناس ولا برهبهم والله وانت عارفين ان انا بحبكم كلكم لانهم بتصالوا وتسلموا على الحبيب وقناتي طبعا هي كانت سبيل لناس كتير جدا في المدينة المنورة والزيارات وشغل الشاغل هو ضيوف الرحمن وازاي ان هما يلاقوا الحيا اللي بيسألوا عليها ففعليا متابعين الكرام فيه تشديد امني على مداخل مكة المطار الوحيد كمان اللي دلوقتي ما فيش زيارة بتدخل عليه هو مطار الطايف وليه ليه لانه مطار صغير شوية بالنسبة للمدينة وجدة وينبع لحد دلوقتي ما فيش اي قرار من اي طيران الزيارات بتدخل عادي ولكن مكة ما فيش احبابي في الله هيتم ترحيل كل الزيارات خارج مكة لحد دلوقتي متابعين الكرام زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات ان بيتم ترحيلهم او خروجهم خارج مكة وخلاص ما فيش تبصيم ولا شيء فيه ناس بتروح جدة وتشوف الوضع الى حد دلوقتي ايه وفي ناس يعني بيتحاول تخش مكة تاني فاحبابي في الله ده كله خطأ الفيديو انا هجبهه لكم يا ردت يشوفوه احبابي في الله انت هتشوفه بنفسكم بس صلوا وسلموا على الحبيب الاول القاعدة بتاعتنا بتسم في نبيك محمد وانا مش بخوف حد ولكن ده فعلا الوضع الحالي في مكة احبابي في الله وضع رهيب خليكم معي حذر الامن العام المواطنين والمقيمين الذين تقدموا بالتسليل رغبات اداء مناسك الحج عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك من الاستجابة لحاملات الحج الوهمية او التعامل معها واكد الامن العام ان الجهات الامنية تتابع ما ينشر من العنات تهدف الى الاحتيال على الراغبين او على الراغبين في الحج انطلاقا من حرص المملكة على توفير افضل الخدمات لضيوف الرحمن واتاحة الفرصة لهم لاداء مناسكهم بكل يسر وسهولة تعكف الجهات الرسمية كل موسم على تقييم الايجابيات ورصد السلبيات ووضع الخطط لتلافيها في المواسم المقبلة كما اطلقات العديد من مبادرات التي تستند على التقنيات الحديثة من اجل تسهيل رحلة اداء الحج على ضيوف الرحمن الامن العام اعلن متابعته ورصده لكل من يروج لحملات الحج الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي كان من ضمنها توفير سكن ونقل وتصاريح دخول المشاعر المقدسة وتأمين الهد باسعار مخفضة بغرض النصب والاحتيال وجرى ايقاف العاملين عليها واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم وايحالتهم الى النيابة قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على ثلاثة وفدين بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة لترويجهم حملات حج وهمية ومضللة تضمنت توفير سكن ونقل للحجاج مخالفي انظمة وتعليمات الحج ممن لا يحملون تصاريح بالحج بغرض النصب والاحتيال وجرى ايقافهم واتخاذ الاجراءات النظامية بحقهم وايحالتهم الى النيابة العامة الامن العام دعا المواطنين والمقيمين لعدم الاستجابة للاعلانات الوهمية عبر التواصل الاجتماعي عن اداء فريضة الحج عن الاخرين وتأمين الاضاحي لضيوف الرحمن وتوزيعها وبيع اساور خاصة بالحج وتأمين وسائل النقل وغيرها من العنات المضللة بغرض النصب والاحتيال عبر اشخاص ومؤسسات وهمية وسيتم تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق من يتم ضبطهم واهاب بالمواطنيين والمقيمين الالتزام بالانظيمات وتعليمات الحج والابلاغ عن من يخالف ذلك للحديث اكثر انضم الينا مدير الادارة العام للتحديات والبحث الجنائي سابقا اللواء علي الهادي مساء الخير سعادة اللواء وهنا بك معنا في عين الخامس بداية السعادة اللواء هناك تحذيرات كبيرة ومتواصلة من الامن العام لحاملات الحج الوهمية كيف تعلق بداية حياك الله الله يمسيكم بالخير وفرصة سعيدة حقيقة نحن أسعد نلتقي بكم عبر الأخبارية قناتنا المحببة حقيقة بالنسبة للحملات الوهمية للأسف فيه ناس ينغرون فيها من ناحية عدم وجود يعني إعلام لهم سواء كانوا من الأسف بعض المواطنين بحسن النية ينقل له شخص مخالف أو ينقل له شخص وصله إلى مكة لغرض معين أو يبحث له عن عمل أو كذا وهذا للأسف يعتبر من الأشخاص الذين لا يصلون إلى مرحلة معرفة الحملات الوهمية التي يصلون إليها ويعملون عليها من أجل أخذ مكان للحاج النظامي الذي يحضر ليتمتع بكافة الإمكانيات التي تقدمها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين نعم سعد تلواء الحملات الوهمية هل لديهم أساليب جديدة في الاحتيال؟ نعم للأسف بعض الحملات يتخذون من الأماكن القريبة من المشاعر مثل العزيزية يستقبلونهم قبل فترة المنح ويعملون لهم سكن ويمنعونهم من الدخول والخروج يبقون فيه لأنهم كلهم خالفين اللي جاء مثلا زيارة أو عماله من شتى مناطق المملكة ولهم رغبة في أداء الحج فهذا الإسلوب حقيدة إسلوب يعني يحتاج رجال الأمن والله الحمد متنبيه لهذا العمر ولكن هذا من الأساليب حقيقة حديثة ويتركونوا في أماكن حتى يبدأ تبدأ مشار الحج إذا بدأت يترجلون ثم الأشخاص الذين للأسف يغررون بهم لا يجدينهم في الموقع وحصل كثير من هذا الأمور يرجعون للجاهة الأمنية أنه نصب علينا نعم سعد تلواء يبدو أن نفقدنا الاتصال مع سعد تلواء سوف نحاول أن نعود إليه في حال جاهزية ذكر أعزائي مشاهدين أن الأمن العام يحذر المواطنين والمقيمين الذين تقدموا بتسجيل هذه الرغبات أدام مناسك الحج عبر موقع وزارة الحج والعمل وتطبيق نوسك بلسجاب الحملات الحج الوهمية يعود لك سعد تلواء تفضل من الأساليب كذلك بعض الأشخاص يعمل على إيجاد مواقع قريبة من الأماكن من المشاعر سواء كانت قريبة من المشاعر أو بعيد بحيث أنه ينقلهم في الأوقات التي يحس أن العمر من الممكن يحصل على فرصة يدخل معهم ولكن الحمد لله رجال الآن دائما يكونون بالمرصاد ويقبؤون عليهم ويعيدونهم من حيها أتوا وكذلك يطبقون عليهم الأنظمة التي والحمد شرعت لمخالفه أنظمة الحج والعمرة نعم أنت ذكرت نقطة مهمة لواء علي أنه بعض الحجاج لا زالوا يذهبون إلى الحج بطريقة من عند منفذ الشميسي بشكل كبير قبل منفذ الشميسي ويترجلون إلى هناك هل لا زالت هذه الظاهرة موجودة سعد تلواء أم انتهت كانت حقيقة في السابق ولكن الآن الحمد لله دخل فيه جهات من الجهات الأمنية مثل المجاهدين ويترجلون ويكونون له بالمرصاد في الأماكن التي تم رصدها سابقا بأنها أماكن يدخلون منها هؤلاء المترجلين الذين للأسف هم مخالفين لأنظمة بشكل عام وكذلك مخالفين لولي الأمر ولي الأمر يعطيه فرصة للحج بطريقة وكمان متبين الكرام أحبابي في الله من يومين بالضبط كان فيه مؤتمر للحج والعمرة في مدينة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وإيه هي آليات دخول الحجاج المشاعر طبعا هيكون فيه آليات لتقول الحجاج المشاعر وهي بتندرج خمس عناصر أحبابي في الله وهي التسجيل المسبق وتسليم بيان الإركاب بالنسبة للبساط وده تكلمنا عليه كتير أحبابي في الله وهيكون فيه بركود وهيكون فيه يعني زي حاجة كده إلكترونية يعني هتخش الباص وهيكون معروف من اللي فيه لو دخل حد خطأ الباص فيه لمبة يعني هتتولع أحمر تمام وفيه إلصاق اللاصق البيانات كاملة بالحجاج الموجودين وفيه نقاط للمنع أحبابي في الله وفيه تأكيد الوصول الحاجات دي طبعا كلها هتكون آلية لدخول الحجاج أحبابي في الله طبعا أحبابي في الله أنا بحبكم في الله وأي أخبار هوا وفيكم بيها إن شاء الله متابعيني الكرام بس يا ريت نصلي ونسلم على الحبيب ونشارك الفيديو أحبابي في الله عشان كل يستفادوا ولو ما كنتش اشتركت اشترك في القناة لأن بحبكم في الله دي كانت آخر أخبار الوضع في مكة المكرمة يا رب يكرمكم جميعا بحج وعمر قريب كولوا جميعا أمين أحبكم في الله ودائما ابتسم فنبيكم محمد